أتمنى أن يسمعوني كثير من المخدوعين الذين نحبهم ولا نتمنى لهم هذه النهاية الحوثي يوجعنا بكم أكثر مما يوجعنا بأنفسنا الحوثي يوجعنا باعتدائه على صنعاء أكثر مما يوجعنا باعتدائه على مأرب الحوثي يوجعنا بقتله لأبناء ذمار وإذلاله لأبناء صنعاء وإهانته لأبناء الحديدة واعتدائه على مشايخ عمران واستنزافه لأبناء صعدة يوجعنا باعتدائه على أعراض أبناء اب يوجعنا باسضحك على أبناء القبائل يوجعنا ونحن نرى أبناءكم قد سيقوا كالقطعان لا يعرفون إلى ماذا ولا إلى أين يا أبناءنا ويا آبانا ويا إخواننا قاومنا ووقفتم وقمنا وسلمتم وكبرنا وصرختم فما الذي حققتم؟ قاتلتم فأصبحتم خائفين وأنفقتم أموالكم فأمسيتم جائعين وأهلكتم ذناريكم وأبناءكم من أجل أن تحصلوا على بقايا إمام ألا شاهة الوجوه والله لا دنياكم كسبتم ولا آخرتكم أبقيتم فما الذي حصلتم عليه؟ أي عبثية تعيشونها؟ هل السفير يخرج في بواكبه ويقود الناس والناس له تبع؟ هل السفير يكون في المنصة ويكون رئيس مجلس النواب جالسا في الأرض تحت أقدامه؟ هل السفير يلقي السلام الوطني لبلده ويرفع العلم الوطني لبلده ولا يوجد العلم للدولة التي هو فيها ولا يوجد النشيد الوطني للدولة التي هو فيها؟ هل السفير يدخل بطرق متسللة؟ هناك كلمات كثيرة يمكن أن تقال لكن ما عساهم أن يقولوا؟ ما الذي يمكن أن يقوله؟ لا بد أن يقولوا هذه الكلمات لا بد أن يغطوا على عوراتهم بمثل هذه العبارات ويقولوا أنهم يدافعوا عن السيادة اليمنية من أجل السيادة الطهرانية